نهاردة في الزمالك الأمور بدأت تبقى كويسة تندعنا صح زمالك وحنا نبدأ بيه معاكة الشامياك نبدأ بيه لا هو طبعا أولا إحنا كان نهمنا بمكسب طبعا ترى طبقوا أنت النهاردة طبعا أسامة يعني الحمد لله قدر يحقق فوزين وراء بعض اللقاء يمكن ناحية الفنية مش هنتكلم عليها كثير جدا لكن أنت عارف في الظروف طبعا صعبة بنوني الزمالك يتعايف يعني بيتعايف يعني وخلي بالك يعني برضو أنت النهاردة برضو يعني خياب بعض المؤثرين جدا في الفريق طبعا بيأثر في الفريق لكن ابتدوا العيبها يعني زي ما أنت بتقول بيتعايفها شوية النهاردة أمام كان عشور كان في الملعب فلوس الملعب شدق أولا أنه كان يعني مضبط الأمور شوية وكان شكل تيم كان كويس غريب غريب إمام عشور ياهما يديك مستوى عالي قوي قوي ياهما يديك مستوى قليل قوي دي بتعتمد على حيات كتير جدا التركيبة بتاعة الفرقة نفسها يعني أنت فاهم لكن الربع ساعة الأولانيين كان فيه تفوق لنازل الزمالك قدر نازل الزمالك يسيطر وقدر أن يخطف الجنين في المسجد يمكن هو الكرة اللي شاطها في الجن جبه جن وعمل الجن تاني يعني يعني فدي كان يعني إذتاح شوية عارف زي ما تقول كان محتاج الجن ده محتاج أنه هو كان باله كتين يفوق بالزبط يعني ما هو بالزبط يعني عيشوت كل مطش هو يعني مميز في حتة الشوط لكن الحمد لله النهاردة لما قدر يجيب هدف يعني يمكن إديته أريحية شوية بداخل الملعب وتحرك شوية وعمل شغل كويس هو بلوقف في الملعب يعني كان فيه ترابط داخل معه لكن المباراة كلها الوطيرة بتاعتها برضو يعني مش المستوى اللي احنا كنا منتظرينه لكن احنا بقول كويس كده ان احنا طبعا كسبنا المباراة ونتظرين كده ليحقق الفوز وده المطلوب يعني حاليا إيه لأن طبعا المدير الفني الجديد إن شاء الله يمسك الفريق